طيب نروح بقى للمبادرة الخاصة بالمستشفيات الجماعية وجامعة عين شمس عيادة السكر اللي بتقدم خدمة طبية للمواطنين عايزين نتكلم على تفاصيل هذه المبادرة والفكرة فكرة اللي بقى فيها عيادة متخصصة للكشف المبكر عن السكر عن السكر ومضعفاته مضعفاته طبعاً هو الناظرة لعلاج مرض السكر اضغيرت هي مش بس كتابة أدوية للمريض لكن احنا بقينا ناخدها يعني لكل جوانب المريض من أول ان احنا بناخد المريض نعمله جلسات تثقيفية نعرفه بالغذاء الصحي وازاي ياخد غذاء متوازن بنعرف المريض بأهمية النشاط البدني بنعرف المريض بأعراض ارتفاع السكر عشان تبقى ألارم وفي نفس الوقت كمان بنديهم محاضرات طوعوية عن أعراض انخفاض السكر يعني أنا اللي عايزة لا يرتفع والعايزة ينقفض لأني في الاتنين بيعرض جسم المريض للخطر بندي المريض نبزة عن المضعفات وإزاي نشخصها بدري فلدينا نعمل أما يجينا مريض سكر من النوع الثاني المفروض ان اول ما نشوفه نبتدي نعمله كشف مبكر للمضعفات اللي هو بندور العصاب الترفية نشوف اذا كان في الاتهاف العصاب الترفية الأوعية الدموية عشان كان في قصور في الأوعية الدموية الترفية بنعمل زلال البول علشان التشخيص المبكر للاعتلال الكلوي السكري اللي هو ده بقى ده لازم نمنعه علشان نقلل نسبة المصابين فيما بعد بالفشل الكلوي بس ده كله لو هو بالفعل مريض سكر احنا مش لما نيجي اللي بتدي لسه بحكم مش بنعمل الحاجات دي لا هو المريض اول ما يبقى سكر من نوعه تاني لازم نعمل كده في الاول هل فرسوا قلي متأخر ولا ايه هو احنا عندنا كم نوع سكر كتير عندنا سكر نوعه اول اللي هو في الأطهال الصغارين معتمد على الإنسلين اللي ما عندهمش إنسلين في جسمه اللي هو علاجه الإنسلين فقط لغير سكر نوعه تاني اللي هو في الأشخاص البالغين اللي هو علاجه اقراس في الاول وفي المراحل المتقدمة بيبقى اقراس إنسلين أو إنسلين فقط في نوع من السكر بيظهر مع الحمل في نوع سكر بيجي نتيجة الأدوية ايه في نوع سكر بيجي نتيجة أمراض في البنكرياس في نوع سكر بيجي من اضطرابات الغضد الصماء في الجسم ترجمة نانسي قنقر